كيف كانت حصيلة مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه السنة؟ أي تقييم لهذه الحصيلة؟ من المؤكد أن حصيلة مصالح الأمن الوطني هي حصيلة مشرفة جدا وتجعل من مصالح الأمن الوطني كمصالح فاعلة على المستوى الوطني ثم أيضا مشاركة على المستوى الدولي وأيضا رائدة على المستوى الإقليمي وأتصور بأنه بهذا النهج التواصل عبر تقديم الحصيلة في نهاية كل سنة أعتقد بأنها تقدم الدليل البارز على أنها مؤسسة في قلب التحول الذي تشهده المملكة المغربية على أكثر من مستوى طبعا هذا يعود إلى شخصية سيد المدير العام وأيضا إلى طبعا كفاءة ويقضت مختلف الأطر ومختلف البنيات المؤسسية على مستوى المصالح الأمن الوطني وأعتقد بأنه بحجم وتشابك المهام والأولويات والتحديات كما ذكرتم فأعتقد بأن المصالح الأمن الوطني تؤكد على أنها مصالح قريبة مستجيبة يعني داعمة مشاركة وأيضا يعني يمكن القول بأنها يعني تلبي في الحقيقة مختلف تطلعات المواطنين فطبعا تابعنا في أكثر من مناسبة حضور يعني مصالح الأمن الوطني في كل مناسبة وطنية على المستوى الرياضي على المستوى التظاهرات على المستوى القيمة والمؤتمرات على المستوى المرور على المستوى التحديات حتى البائية يعني طارئة أحيانا مثل ما شهدنا في إبانا كوفيد-19 إذن أتصور بأن هذه مؤسسة ركمت الكثير من الخبرة وأنها تسير وفق رؤية جلالة ملك محمد السادس حفظه الله الذي يجعل من الشعور بالأمن لدى المواطنين كأنوان رئيسي وأولوية في سياسته على المستوى الداخلي